هنتكلم بعد شوي على الفرق لكن انتبهوا انه يعني التقديم تقريبا الطريقة انك تقدم على الرياض وعلى كندا هي مشابهة يعني نفس الطريقة في فروق بسيطة الفروق البسيطة هذه لو ما انتبهتولها ممكن كل التعب والمعاملة ترجع الفروق هي تتلخص في ثلاثة اشياء وحنتكلم فيها واحدة واحدة كل سفارة لها طريقة مختلفة في استقبال المظاريف وارسالها لك فانت هذه من اشياء تسأل نفسك قبل ما ترسل مثلا على الرياض او ترسل على بفلو كيف يبغون يرسل لهم الجواز وكيف يبغوا يرسلوا الجواز لي مرة تانية السؤال التاني كل سفارة لها طريقة مختلفة في دفع الرسوم احديكم امثل الآن والشيء التالت كل سفارة صحيح انها تطلبك نفس الفورم نفس الاستمارة لكنهم بعض الاحيان يطلبوك معاملة اضافية او ورقة اضافية عشان كده اقول لكم مثلا سياتل تطلبوا ثلاثة او اربعة صفحات الجندية والعسكرية والجيش الرياض عندهم الفورم اللي هي تبع الاقاربك حتى اللي مرغمين معاك لكندا تكتب تتذكروا اللي عب منكم الابليكيشن بنفسه في الرياض ففي عندهم فورمز مختلفة بافالو تقريبا اسهل واحدة ما عندهم فورمز كتير مختلفة غير الفورمز اللي هي معتادة في جميع السفارات فحنتكلم عن هذه الامثلة نرجع نفس الصفحة الصفحة تشوفوا في الجزء الاول منها مكتوب لتجديد الفيزا نفس الشيء فيه النموذج المرفق اللي تطبع وتعبيه وفيه النموذج المساعد اللي باللغة العربية ترجمناه خطوة خطوة وفيه الكشف المرفق الكشف اللي هو document checklist نجي عليها واحدة واحدة هذه هو النموذج المترجم نفسك طريقة تحط الماوس على sticky notes تطلع لك الترجمة وانت عليك فقط تقرأ الترجمة وتحط على صح وخطأ طبعا احنا ما عبينا لكم صح ولا خطأ هدي عاد كل واحد هو يعبيها بنفسه وسقال له انك تقرأ الترجمة تعرف هل ينطبق عليك السؤال او ما ينطبق عليك طيب بعد ما عبيت الفورم هذه الاستمارة ايش تسوي تروح تطبع document checklist اللي هو كشف المستندات المطلوبة نفس الشيء موجود في الموقع عندنا فمثلا اعطيكم بعض الفروق بفلوا هذه الاستمارات المطلوبة اللي هي برضها نفسها المطلوبة في الرياض الاستمارة المرفقة اللي عبيتوها واستعنتوا بالدليل المترجم ترسل الجواز الاصلي مو زي الستادي بيرميت اللي قلنا انك تتصور الجواز فقط ترسل الجواز الاصلي مع المعاملة تصوير تصريح الدراسة الحالي وعدم ارسال الاصل اذا تصريح الدراسة عمرك ما ترسل الاصل دايما تصوره سواء هو كان فيزا او استادي بيرميت الباقي نفسه خطاب القبول من المعهد خطاب الضمان المال من ملحقية او كشف حساب كشف درجات الاخر ترمين والافضل يكون اصلي او خطاب المعهد اللي يوضح وضعك الحالي انت منتظم الان وبتدرسه طيب نيجي للنقاط اللي هي في اختلاف بين السفارات كل سفارة لديها طرق دفع مختلفة نيجي مثلا اللي بفلوا بفلوا تروح للبنك اللي هنا في كندا وتطلب منهم يعطوك ماني اوردر شيك مصري فيه المستفيد هو اللي احنا كاتب لكم هو كينيديان كونسولت جنرال والمبلغ معروف 75 دولار اذا تبغد دخول مرة واحدة او 150 دولار عشان عدد مرات وطبعا كلكم قدموا لعدة مرات افضل بالذات اذا كان ستادي بيرميت حقك لا زال مدته سارية المفعول وجوازك ساري المفعول سارو الان بعض الاحيان يعطوك سنة ونص فيزا دخول متعدد المرات لكندا والملحقية تعوضكم عن هادي كمان بينما مثلا الرياض الرياض الشيك ما يكون موجه لكانيديان كونسولت جنرال الشيك يكون موجه لذي ريسيفر جنرال فور كندا اذا هذا من الفروق مثلا بين السفارتين طيب الرياض انا ما هتكلم كثير عن الرياض اللي هي كيف ترسل انت للرياض من السعودية لانا نحطينا في موقعنا كل المستندات المطلوبة لو الشخص من السعودية بيقدم على السفارة الكندية في الرياض مترجمينها هما صراحة يعني جدا سهلة الشيئ الوحيدة اللي ما هم ترجم هو الفورم اللي هو تعبي بياناتك الشخصية اللي احنا ترجمناه هنا فيعني اي واحدة حتى من السعودية مجرد يروح لموقعنا وياخد كل المستندات اللي موجودة في موقع السفارة الكندية في الرياض يتقي انه ما عنده اي مشكلة كلها مترجمة بالعربي ويحنا كمان ترجمنا النموذج الاستمارة البيانات الشخصية خلاص لكن فيه لبس لما الشباب يرسلوا من هنا من كندا على الرياض فيه ثلاثة اشياء لازم تنتبهوا لها لما ترسل طبعا ما حترسل جوازك الاصلي لما ترسل من هنا الكندا للرياض انت مثلا رايحة للسعودية الان اجازة مثلا بعد شهر وعارف انه لو ارسلت الان لبفل وقد تتأخر معاملتك فاحد الحلول انك ترسل للسفارة الكندية في الرياض بس ما ترسل جوازك الاصلي انه جوازك الاصلي هو اللي انت ستستخدمه في السفر للسعودية تصور الجواز هذه من الحالات القليلة انه تصور الجواز ترسل صورة الجواز رقم اثنين تكتب خطاب واضح انه انا بارسل لكم من كندا والسبب في ارسالي للمعاملة من كندا انه انا جاي لاجازة قصيرة للسعودية واتمنى انكم تبدأوا اجراءاتي الان عشان لا انه اذا وصلت الرياض يكون لازال ملفي ما نفتح تكتب الخطاب هذا واضح نساعدكم ممكن نسوي له درافت احنا ونحطه في الموقع الخطاب هذا يساعدكم طبعا سوي كل الاشياء الاخرى ادفع هنا في بنك كندي وارسل الشيك يكون 150 دولار كندي الوراق كلها نفس الوراق المطلوبة واضحة جدا في الموقع لكن في حاجة اخرى انك لازم الاوراق توصل لسفارة كندية قبل 15 يوم من وصولك للسعودية ما تكون اكتر من كده مثلا ما ترسلها قبل شهر من روحتك للسعودية لانه الان حطين في موقعهم شرط جديد الان في السفارة الكندية في الرياض انك لازم في خلال 15 يوم من ارسال معاملتك لنا من كندا ترسل لنا الجواز الاصلي وانا لو ما وصلنا الجواز الاصلي حنرسلك المعاملة انها معاملة غير مكتملة هذا الشي جديد الان حطوه في موقعهم في رابط لموقع السفارة الكندية في الرياض في الصفحة اللي حاطيناها في الموقع النادي تدخلوا عليها كل شي واضح جدا مترجم بالعربي انك لازم ترسل جوازك الاصلي في خلال 15 يوم اذا الان في فرقين الشخص اللي برسل يبفل وما في المور جدا واضحة في موقعنا الشخص اللي برسل الرياض يتأكد انه الشيك مختلف اسم المستفيد يتأكد انه جواز الاصلي طبعا ما حيرسله يرسل صورته يتأكد انه يرسل خطاب يشرح انا ليش بقى ارسلكم اوراقي من كندا ليش ما ارسلتها لامريكا مثلا والشي الرابع انه يرسل جوازه في خلال 15 يوم من وصوله للسعودية يرسلوا لهم للسفارة الكندية وإلا حيرجعوا للمعاملة انها غير مكتملة كل سفارة لديها طرق ارسال واستقبال مختلفة هذه نقطة دائما نغلط فيها انه نرسل الجواز وما نحط في نفس المظروف مظروف للبريد الراجع في بفلو مثلا واضح كاتبين هما في موقعهم وهم ترجمة مترجمة برضو في الشيكليست اللي موجودة في موقعنا الذهاب إلى مكتب بريد كندي كندا بوست وشراء مظروف بالمواصفات التالية اذا انت ممكن ترسل للسفارة الكندية في بفلو عن طريق فيديكس او ديتش ال او يو بي اس لكن في وسط المظروف هذا اللي انت راسلو تحط مظروف اخر للبريد الراجع عشان يرجعو لك الجواز في المظروف هذا فيه تريك وهذه يعني حتى ما حد يعني عارف ليه بهم داما يطلبوها قد يكون عشان يتحاشوا ان الجواز يرجعوا مرة تانية المظروف هذا اللي موجود اللي انت حاطوا اللي هو كندا بوست حاطوا في وسط المظروف حق فيديكس يكون انت كاتب اسمك اسم المرسل واسم المستقبل اسمك هو المرسل واسمك هو المستقبل رغم انه انت تفكر فيها كيف كده هم اللي حيرسلوا للجواز السفارة الكندية من بفلو انت تكتب انك المرسل والمستقبل والغرض يبدو فيها انه لو انك غلط انت وكتبت عنوان غلط البريد الكندي مايرجع لهم الجواز مرة تانية هي قعد يحاول يوصل لك انت فاذا هذا الترك الأول انه تكتب اسمك المرسل والمستقبل في المظروف اللي هم حيرجعوا لك الجواز فيه رقم اثنين الترك التاني اقطع طبعا اقطع الكوبي حقه التراكينغ نمبر في المظروف هذا اللي انت حاطوا لانه هذا الورقة اللي فيها رقم التراكينغ هو اللي انت بعد شهر تروح تدخلها في موقع كندا بوست عشان تشوف جوازك ترسل لك ولا لا والشيء الثالث زي ما قلنا انه يكون المظروف هو هذا كندا بوست يكون كندا بوست ناشونل يعني لانهم يرسلوهم في بفلو من كندا يدخلوا يعبروا الحدود الأمريكية لكندا ويرسلو لكم من كندا ما يبغوك تحطنهم مظروف بريد أمريكي يبغوك تحطنهم مظروف بريد كندي وانا كاتب لكم عنهم ووصفات الظرف مجرد تروح تاخد التشيكليست اللي في موقع النادي تروح لمكتب البريد تقول له أبغل مظروف هذا يعطيك المظروف تأخده وتجمع كل الأوراق وتعبي الأبليكيشن تحطهم مع بعض وكل الباكيج هذا تحطه في مظروف الفيدكس اللي انت عاد راسله من بيتك الى السفارة في بفلو وهادي برضو وإحنا دائما نساعد الشباب فيها إذا كان فيه لخبطة عندهم وهي واضحة في الموقع جدا واضحة